السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم يتعلق بأحد دروس في اللغة العربية لطلاب الصف العشر وهو موضوع الاعتذار على قناة دليل الطالب في اللغة العربية موضوعنا اليوم الاعتذار الذي يتعلق بالتعبير الكتابي نص الموضوع يعد الاعتذار سلوكاً إنسانياً راقياً وينزع الضغينة من النفوس وينشر الوفاق بين الناس اكتب موضوعاً في القول السابق مستفيداً بما ورد في النص ليس الإنسان معصوماً عن الخطأ وكل ابن آدم خطأ ولكل خطأ وزلة ممحات والاعتذار لا يعني أنك دائماً مخطئ لكنه يحسن علاقتك بالآخرين ويعد الاعتذار سلوكاً إنسانياً راقياً لأنه فعل نبيل وكريم يعطي الأمل بتجديد العلاقة ويدعمها ويعززها بعد زعزعتها فهو صفة حميدة يتمتع بها كل إنسان واثق بنفسه وهو من إشيام الكبار وخلق عظيم من خلق الأقوياء لا الضعفاء فليس من العيب الاعتراف بالخطأ لكن العيب الإصرار على الخطأ وعدم محوه وإزالته بالاعتذار فالاعتذار بلا ريب سلوك حضاري وفن ومهارة اجتماعية تصحح الصورة وترأب الصدع وتزيد الألفة والمحبة وقرأ قول النابغة الذبياني إذ يعتذر إلى الملك النعمان بعد أن أوغر بعض الوشاة صدر النعمان عليه إذ يقول لعمري وما عمري علي بهين لقد نطقت بطلا علي الأقارع أتوعد عبدا لم يخنك أمانة وتترك عبدا ظالما وهو طالع وأنت ربيع ينعيش الناس سيبه وسيف أعيرته المنية قاطع ولا تكمن قيمة الاعتذار وأهميته في أنه سلوكا راقيا وشيمة كريمة بل له أثر في نزع بذور الحقد والضغنة من النفوس ونشر الوفاق والمحبة بين الناس فقد يكون المعتذر المعتذر مظلوما مكذوبا عليه فيأتي الاعتذار ليكشف أكاذيب الوشات ومسح غبار سوء الظن عن قلب المعتذر إليه فيصف قلبه وتروق أعصابه وتعود العلاقة أقوى مما كانت عليه متانة وأصالة وحبا وقد يكون المعتذر مخطئا ثم يندم على ما قال أو فعل ويدخل نور الحق إلى قلبه كحال كعب بن زهير في اعتذاره إلى رسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا فليس مثل الاعتذار ما ينقي القلوب من شحنائها ويستل منها الحقد والضغينة فتعود صافية ملء بالود والصفاء فما أجمل أن تسود بيننا ثقافة الاعتذار فتتحل قلوبنا بالمحبة ويسود السلام والوئام الآن قد انتهينا من درستنا لمقالة تتعلق بالحكمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الأستاذ محمد معالي حامض في قناة دليل الطالب في اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر